اهلا بيكم فيديو جديد اه والتوقعات العاطفية لمواليد برج الجد. هنقول توقعات عاطفية بشكل عام بكل فئات البرج. اه اه اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين والتزاودين كل حاجة. لكن العازبين بعد ما نخلص قراءة هنقول كمان لوحدهم اه هم ممكن ايه كون نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي. اه طاقتك انا شايفتك متألم جدا. يعني طاقتك فيها الم فيها فيها اه بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا. اه شايفة اه للبعض في علاقة سلسية ممكن تكون بسبب اهل او بسبب اه طرف عاطفي. اه لكن انا شايفة طاقتك فيه الم يا برج الجدي. اه فيه فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار عندك طاقة انتظار. وفيه شخص انت عينك عليه او بيبص عليه لحد وقتي. وبترقبه مستني تعرف عنه اخبار او هو ممكن كمان اقول انت في نظرتك ليه انت صعبان عليك منه جدا. اه للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية. للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده. اه اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها. يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما. فانت فيه عندك نظرة لوم عتاب للشخص ده انت ليه ردتهادي كده او ليه عملت معي كده او انا عملت معك ايه? يعني انا شايفة فيه نظرتك حاجة زي كده شوية. اه برج برج الجدي. ده في الطاقة بتاعتك. الكراءة طبعا لو ما انتبكتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة تتين في المية فتبقى الكراءة مش ليك. ممكن تسمعني في فيديو تاني او اه تسمع اي فيديو لبرج الجدي في اي قناة اه في اي قناة تانية يعني. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بص عليك جدا بيرقبك. اه شايفة في طرف تالت فعلا من البعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام وممكن قط. اه بس شايفة ام بشكل اكبر. اه شايفة رفض كبير قوي من الام. اه لكن الطرف التاني اه حذر وقلقان وخايف وبص عليك وعايز يعرف انت حصل اي معيك او بتعمل ايه. اه بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة. اه الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك. وما بين الطرف التالت وما بين انعزاله. اه لانك الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده. اه في طريقة لان انتو اه تبقوا معجوزين مع بعض او انك وترجعوا البعض او ان لو في طرف تالت اه تحاولوا اه تتخلصوا من اه اه من افكاره او من او من يعني قراراته اللي نسيطرة على العلاقة. اه لكن هنعرف برضو لو في طرف عاطفي موجود او اه او مفيش. اه بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفة مجاشة. يعني شايفك حد اه قوي حد عندك ابداعيك كتير حد شكلك كويس حد بتهتمل نفسك. لو انتو كنتم متزوجين فالشخص دوت مسلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتم مهتم بيه مهتم بيك مهتم باسرة. اه عندك اه يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعض المجاشة في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكيره وعنده طاقة تقنيب ضميره وتعبان جدا وحس ان هو فقد حاجة غالية عليه. اه اه يعني مش مرتاح ابدا في اه في بعضكم عن بعض. اه للبعض ممكن يكون هو مش يسابك او انت اللي يسابته. يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يساب لكن انا شايفة في تفكيره اه يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم اه بشكل كبير قوي وشايفة ان هو اه في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون اه بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكم اللي بعضكم العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعمل فيها سحر. اه سحر تفريق. لان غير كده انا عندي مع اه انا شايف دول الاتنين ببعض كده اه ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتم كنتم متزوجين. اه ده هيكون للبعض طبع مش كلكم كل حد حدث بطاقته حدث بنفسه هو في الحاجة دي او لا. اه شايفة في بعض بسبب الطاقة تلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل. وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده. لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي. لكن الشخص ده عنده حب ليك. وعنده احترام كمان ليك. بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده. آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو. لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلان جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفسك. فشخص ده حالين لوحده. والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ راحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي. يعني الطاقة مرحاش بقراطه يعني. آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب له. آآ ده بالنسبة لتفكيره. بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك. آآ فيه بينكو تواصل روحي. آآ فيه آآ فيه مشاعر محتاج. الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية. او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه. الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير. وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك. آآ شايفك انك انت ابعت عنه قوي. او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق. آآ شايفك بعت. يعني ما بقتش موجود في حياته. هقول لكم الابراج والطاقات الموجودة في طرع عبلمانسة. شايفة معك برج السور وبرج الاسد وبرج القوس. وبرج آآ سور اسد قوس. آآ آآ جوزاء. آآ دم. آآ سرطان. عزراء حمل. آآ برج الجاذي ازايك برضو. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة. وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة. لكن هنا بقى هقول لك ايه الطاقات الموجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب. آآ في مشاعره زي ما قلت هروج من طاقة سلبية. آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عنده شخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا. آآ في عنده حزن بسبب رحيل. آآ مش عارسة ليه حتى برج الجاذي انك انت اللي سبته ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيته الشخص ده حزين جدا. آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او اتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة اوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهله او بينك وبين ايا ان كان الطرف التالت او بين ان هو يرجع او لا. آآ شايفة في اشتياء وحنين ليك بشكل كبير اوي. آآ شايفة في آآ لو انتو بينكو اطفال شخص ده ممكن يكون مفتقل اطفال ولو انت لمعاك الاطفال. في اشتياء كبير ليك كمان وفي تفكير في الذكريات بشكل كبير وفي الشخص ده بيقعد يدعي ربنا كتير اوي انكم تتقبلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير اوي. وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكو. لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمر بيها. او في حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة انا شايف الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير تهدت او انهارت بينكو. آآ في آآ في كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله. آآ او انك انت مسلا هديت كل حاجة وبوضت كل حاجة وديت ظهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لقيا كان الشكل الوضع اللي بينكو ديت ظهرك ليه وبعت آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدية المعبد على اللي فيه او حاجة كده. آآ شايفة كمان آآ في نواياه الشخص ده عايز يتكلم معيك. عايز ييجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح. الشخص ده بيشوفك توقع مروح ليه. آآ بيشوف ان هو ما اقدرش يستغنى عنك بيشوف انك انت شخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة. ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني. آآ كمان شايفة في نواياه الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار. عايز بعد عن طاقة سلبية. او عن اشخاص سلبيين. آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ في فعلا عندكو طاقة سلبية. آآ يعني كات الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية. فيه عنده طاقة سلبية. ولو هو سيبك وراح لطرف تالت. فهو معي آآ مربوط با بطاقة آآ سلبية. آآ هتلاقوا على القناة الفيديو بتاع آآ الفك التاقة السلبية او التخلص منها او السحر آآ موجود ممكن تسمعوه هيفيدكو كتير. آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي. ممكن يكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالت ده. ايا كان مين هو آآ شايفة فيه عنده ندم واحتاس بحصرة واحتاس بخسارة واحتاس بان هو فقد حاجات غالي عليه. شايفة فيه عنده الاحتاس ده بشكل كبير قوي. ومفتقدك جدا. آآ وشايفة مقيد برضو. يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج منه عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة. آآ وعنده كلام عاوز يحكي معيك وعاوز يقوله لك. لكن الشخص ده مربوط ومش قادر. آآ يعني هو مش قادر حاليا. ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة. والشخص ده في عنده في جوا مشاعر كويسة ليك. لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني. لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان. يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مسلا او كده. آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه. يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة. آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه. يعني تعبه بشكل كبير. آآ ده بالنسبة لنوايا. آآ بالنسبة لخطوته القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم سفر. آآ او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان. لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ سفر بشكل كبير. او ممكن يكون له بعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة. ممكن هو يفكر في السفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر. آآ شايفة فيه? آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص. سواء الطرف التالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء. حد من الاهل او او زوجة. فيه رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتتعامل معي راجل. يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجز. فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج وممكن يكون فيه حياته. فيه حياته آآ زوجة تانية فعلا. والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده ده سيناريو. ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيد تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي. آآ بسبب آآ رفض الاهل ده. آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير. آآ شايفة آآ شخص ده محتور لكن متمسك بيك. ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا. يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة. لو انتو بتسمعوا دوشة من البلكونة. لان انا قاعدة جنب البلكونة. فسوري يعني لو انتو بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني. آآ فشايفة الشخص ده مستني حاجة تحصل فجأة. حاجة تحصل من عند ربنا. آآ آآ وفيه بشرة على فكرها. يعني فيه بشرة هتجيلكوا ان شاء الله. في حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية. آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة فيه مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجزي. فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة. بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض. آآ شخص مثلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة. او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة. ده للبعض منكو طبعا. آآ وانت بتعمل بلقة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية. انا شايفة ده بشكل كبير. شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف. يعني بشكل فيه آآ شوية خساسة او كده. او ممكن تكون القراءة عكسية يعني. آآ فانت شايفك عامل للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية. وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص. آآ فيه عنده ندوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير. الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى. آآ لكن هو مش اقل من تلاتين. آآ ده السن التيع. آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده. دي حاجة. في حاجة تانية كمان. آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك. آآ وعايز يقدم لك فرصة. آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت. يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بك او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني. شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك. وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين. فيه كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين. بس الشخص ده شوية عنده حيرة. بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش او هو سمعه. او العكس ممكن يكون ده حصل معاك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده. آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو. دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج. آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين. النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك. انت محتاج تحب نفسك اكتر. محتاج تا آآ تميز نفسك او تكرل نفسك. او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل. آآ محتاج انك توازن كمان. يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي. ممكن تكون بتدي اكتر. ممكن تكون بتاخد اكتر. آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى. حاول تحب نفسك اكتر وتهتمي بيها. وتميزها او تدللها. آآ بحيث انك تلاقي اللي يعمل معك كده. لكن ما تستنيش ده يحصل من بره الاول. آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هضرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك. حاجات كتير قوي تكون عملتها. وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد. لا اعمل كده لنفسك الاول. وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك. دي انا شايفها بشكل كبير. ولبعضكم في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العطافية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده. لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجلس. بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك? انت العازبين انت كنت مربوط لفترة. مقيد في علاقة. ممكن لبعضكم كنت مقيد في علاقة ثلاثية برج الجزي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحملة. ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني. او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة. آآ الموضوع ده كان بنسبة لك مسبب لك ازمة كبيرة قوي. ممكن لحد الوقت هو عندك. ومسبب لك ازمة كبيرة قوي. آآ آآ شايفة فيه عندك التشفاء. بشكل كبير من الوضع ده. ومن الحمول الكثير اللي عندك ده. اللي عندك دي انت كمان من يا برج الجلس من الشخصيات اللي بتيجي على نفتك قوي. وبتضغط على نفتك وصحتك وانا بتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزتك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى. يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واثق في نفتك وانك هيجيلك احسن وانك هيجيلك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك. آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي فيه عندك فرصة عظيمة. آآ فيه عندك تواصل روحي مع شخص. وفيه عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجادي. عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغلوا. عندك قرارات حاسمة. هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك والقرارات دي هتكون سليمة. وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد. آآ يا برج الجادي. آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط. انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية. محتاج كمان آآ محتاج استشفاء. محتاج قعدة اتاعد مع نفسك. لكن انت فيه عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة. موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي ودي تخصوكو كلكو طبعا. وفيه عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية. آآ بعضوكو طبعا اللي مستني حمد او انجازي. حمد وفيه انجازي سعادة بطف. سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلي. يعني سواء هتسمع في العيلة. او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب. آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة قوي جاية برج الجادي. بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة سلبية. حاول تخرج نفسك لو انت فيه رافض حسيته من حد. او من اهل حد او من الكلام ده كله. فاآ انت بتاخدها من نفسك مش من الاخرين. آآ فخلي ده شوية ما يهمكش واكتسب طاقة ايجابية كبيرة. وطرد الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية. لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة. فيه ماضي سيء انت كنت مقيد فيه. آآ بتخرج منه. آآ لحاجة افضل ان شاء الله. ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بالنسبة لكم. آآ وكراه انتظر.